بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدء ذي بدء أشكر للإخوة القائمين على مؤسسة آيات وقفية على هذه الاستضافة وعلى خدمة أهل القرآن الكريم وجهودهم تذكر فتشكر والشكر موصول أيضا لراعي هذه الديوانية شركة الماجد للعود والشكر لك خاصة يا مهندس حثام وللزملاء الحضور على هذه الاستضافة بعد ذلك سنتحدث بإذن الله عز وجل عن قواعد ضبط الآيات متشابهة وهذا الموضوع حقيقة من المواضيع المهمة جدا والذي ينبغي لكل حافظ لكتاب الله عز وجل أن يعتني به لماذا؟ لأنه الطريق إلى ضبط القرآن الكريم فإن الكثير من الحفظة إذا أردت أن تختبرهم وتعرف مدى إتقانهم لكتاب الله عز وجل في الغالب كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك لا يسألونك عن الآيات والسور المعروفة والمعتادة وإنما في الغالب يسألونك عن الآيات المتشابهة لأنه المحك في ضبط وإتقان الحافظ لكتاب الله عز وجل من عدم ذلك وبالتالي في هذه العجالة سنتعرف على الآيات المتشابهة وعلى كيفية ضبط الآيات المتشابهة بطرق مبسطة بإذن الله عز وجل طبعاً الآيات المتشابهة نقصد بها ما ذكره المناوي مثلاً عندما عرف الآيات المتشابهة بأنها المشكل الذي يحتاج إلى فكر وتأمل لما تقول قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا في سورة الأنعام مع قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا يشكل على الحافظ ثم وفانظروا وبالتالي يحتاج إلى قاعدة تضبط له حفظة سنتحدث بإذن الله عز وجل عن هذه القواعد بشيء من الاختصار طبعاً كثيراً ما يرد أو ما ترد الآيات المتشابهة في القرآن الكريم يعني حتى إن بعض العلماء عدى الآيات المتشابهة سواء كانت آية كاملة أو جزء من آية وأحياناً نفس الآية الواحدة فيها أكثر من موضع متشابه ذكر أنها ستة آلاف آية متشابهة في القرآن الكريم يعني أو ستة آلاف موضع بحيث أن الآية الواحدة أحياناً قد يكون فيها ثلاثة أو أربع مواضع متشابهة يرد علينا سؤال ما الحكمة من وجود هذه الآيات المتشابهة طبعاً الحكمة من الآيات المتشابهة يعني ذكر العلماء حكماً كثيراً لكن في النهاية هناك عبارة جميلة جداً للخطيب الإسكافي ذكرها في كتابه درة التنزيل يقول الخطيب الإسكافي إذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن وقد غير لفظة كما كانت عليه في الأولى فلابد من حكمة هناك تطلب فإذا أدركتموها قد ظفرتم وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك بل جهلتم بمعنى أن التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والإبدال إما من حرف آخر أو من جملة إلى جملة أخرى هذا أمر مقصود والله عز وجل لما قال لله عز وجل لنا هذا هناك حكمة لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا وقد نذركها فنظفر بها وبالتالي هذه الآية متشابهة مقصودة وفيها حكم كثيرة ذكرها العلماء من ذلك مثلا التفسير كما في قول الله عز وجل وَلَمَلَائِكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ في سورة الشورى تشكل مع ما في سورة غافر وَالْمَلَائِكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لكن لما نأتي إلى هاتين الآيتين يرد عين سؤال في سورة الشورى وَالْمَلَائِكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ هل الملائكة تستغفر لجميع الناس لجميع المخلوقات طيب هناك كفار وهناك مؤمنون وهناك إلى آخر هل الاستغفار يعمل جميع؟ أبانت لنا الآية التي في سورة غافر عن هذا المعنى بقول الله عز وجل وَالْمَلَائِكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فالآيتين المتشابهتين هذه فسرت آية الآية الأخرى وهذه من الحكم في الآية المتشابهة وبالتالي جمع الآية المتشابهة له فوائد كثيرة سنتعرف على بعضها في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل العلماء في السابق ألفوا كثيرا في الكتب أو صنفوا تصنيفات كثيرة في الآيات المتشابهة ويكفي في ذلك أن نعرف أن التصنيف في الآيات المتشابهة بدأ من القرن الثاني من الهجرة يعني أول كتاب ألفه الكسائي أبو الحسن علي الكسائي المتوفى سنة 189 من الهجرة اللغوي والمقرر المعروف ألف كتابه متشابه القرآن يعني في قرن الثاني قبل كثير من العلوم التي صنفت الآن مما يدل على أهمية هذا العلم ومما يدل على أنه لا ينبغي تزهيد في هذا الفن والتقليل منه لا هو فن وعلم له اعتباره لكن التوازن مطلب لا أجعل هذا العلم علم الآيات المتشابهة اللفظية علم يوازي العلوم المقصدية الأخرى علم العقيدة وعلم الفقه نحو ذلك كما أني لا أتهون فيه وأقلل منه إلى درجة أني يعني كما ذكر بعضهم ردة قال لا حاجة لنا به هذا غير صحيح بل هناك حاجة لكن ينبغي أن نحسن في التعامل مع هذا الفن العظيم وستحدث عن القواعد الخاصة وقواعد عامة قبل ذلك يعني إذا أردنا أن نضبط كتاب الله عز وجل ينبغي لنا أن نتعرف أولا على القواعد العامة ثم سندخل على مرضة الفرس وهي القواعد الخاصة القواعد العامة من أرد أن يضبط كتاب الله عز وجل وهذا شرف عظيم جدا أول شيء لا بد أن يعظم هذا الكتاب في قلبه أعظم هذا الكتاب أدرك أن هذا الكتاب كتاب عظيم كتاب كريم كتاب عزيز عزيز وبالتالي أجعل له أعز أوقاتي وأخل الصنية لله عز وجل فيه وأجاهد نفسي لماذا؟ لأن حفظ القرآن الكريم وإتقانه بالنسبة لمشروع حياة انظر يا أصحاب الدنيا الآن وكثير من الإخوة والأخوات ونحن قد نكون منهم يحرص الواحد مننا على شراء المسكن والسيارة ويبني مشاريع معينة ويهدف إلى أن يزيد رصيده من هالكلام؟ مشاريع ولا يعني لا نرد على هذا الإنسان ولا نجحف حقه في ذلك لا لكن ما أجمل أن يكون من أهم مشاريع في الحياة حفظ القرآن الكريم وإتقانه لماذا؟ لأن الفضائل والآثار المترتبة على ذلك شيء عظيم إذا قرأت في كتاب فضائل القرآن لبن كثير وغيره من أهل العلم التبيان للنووي وغيره تجد فضائل عظيمة وبالتالي أجاهد نفسي في أن أضبط كتاب الله عز وجل وأقرأه مرة بعد أخرى لأن هذا بالنسبة لي مشروع حياة فهناك قواعد عامة ذكرت لمن أرد أن يتقن كتاب الله عز وجل أول شيء الإخلاص لله عز وجل وأول العلمي النية وكما قال ابن عباس إنما يحفظ الرجل على قدر نيته فأحرص على أن أخرص النية لله عز وجل وأن أعرف لقرآن قدره وفضله وأجعل له أعز أوقاتي في قراءته ومراجعته الأمر الثاني أن يكون لي هناك ورد ورد يومي القرآن الكريم عزيز وبالتالي لا ينبغي أن أجعل له فضلة وقتي الوقت الزائد اليوم عندي وقت قرأت اليوم ما عندي وقت لم أقرأ هذا ما ينفع مع القرآن الكريم خطأ كبير جدا بل أجاه نفسي أن أحدد وقتا لقراءة القرآن الكريم وضبطه وتدبره وتفهمه وخيره كما تعلم القرآن وعلمه من القواعد المهمة كذلك العناية بالمراجعة الدائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن تعاهدوا القرآن والمعاهدة أن يقرأ الواحد مرة بعد أخرى بما أنه مشروع حياة أحرص أني أكرر قراءته دوما وأبدا والآن ميدان أهل القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ميدان رحب لأن يكرر الإنسان ويقرأ مرة بعد أخرى ويحرص أن لا يكل ولا يمل من ترداد القرآن الكريم ومن تلاوته من القواعد كذلك أن يحرص الواحد من أراد أن يضبط كتاب الله عز وجل يحرص على أن يقرأ على المتقنين المتقنين من أهل القرآن الكريم لماذا؟ لأن هؤلاء سيختصرون عليك المسافة وسيعطونك من فوائد الشيء العظيم والكثير الذي بإذن الله عز وجل تستطيع أن تضبط كتاب الله عز وجل من خلاله إلى غير ذلك من القواعد العامة التي يحتاجها الحافظ إذا أراد أن يضبط كتاب الله عز وجل بعد ذلك سنتحدث عن القواعد الخاصة لمن أراد أن يتقن كتاب الله عز وجل القواعد الخاصة لضبط الآيات المتشابهة كثيرة وكثيرة جدا في كتابي الضبط بالتقعيد ذكرت ما يقارد 26 قاعدة مهمة لمن أراد أن يضبط كتاب الله عز وجل وهناك بعض المعاصرين ذكر أكثر من هذه القواعد مثل الشيخ ياسر بيومي وممن ذكر أيضا قواعد كثيرة دكتور سعيد أبو العلا في كتابه وعلامات ونحوي ذلك من أهل علم هذه القواعد حقيقة كثيرة وكثيرة جدا لكن بما أن اللقاء مختصر وقصير سأقتصر على بعض القواعد التي أرى أنها من أهم القواعد القاعدة الأولى لمن أراد أن يضبط كتاب الله عز وجل ويتقن حفظه العناية بالآية الوحيدة ماذا أقصد بالآية الوحيدة؟ الآية الوحيدة آية تشبه مجموعة آيات لكنها تنفرد عنها إما بحرف إما بتقديم بتأخير بإبدال شيء من هذا القبيل لكن هذه الآية انفردت عن نظيراتها ومثيلاتها ومتشابهاتها من الآيات الأخرى وأضرب لذلك مثالا بالتفاح لو كان عندي خمس تفاحات أربع تفاحات حمراء وواحدة خضراء كل هذه تسمى تفاح لكن هناك تفاحة خضراء امتازت عن البقية بشيء وهو اللون المختلف ولذلك سميناها تفاحة وحيدة الآية الوحيدة الآية الوحيدة كذلك مثل قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا في سورة الأنعام آية وحيدة وما عدها في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا جميل هذه القاعدة من أهم القواعد لماذا؟ أولا لأن هناك كثير الكثير من الآيات الوحيدات في القرآن الكريم الشيخ محمد طلح بلال منيار ذكر ما يقارب من 384 مثال للآية الوحيدة 384 مثال للآية الوحيدة بمعنى إذا كان كل مثال يندرج تحته ما يقارب من 3 إلى 5 إلى 4 آيات فأنت تضرب 3 في 384 سيخرج عندك ما يقارب أكثر من ألف موضع تخيل أنك تضبط ما يقارب ألف موضع هذه القاعدة من القواعد المهمة أولا لأن هناك آيات كثيرة هي في الواقع آيات وحيدة الأمر الثاني سهولة إتقانها يعني لو الواحد أخذ مننا هذه الآيات الوحيدة وبدأ يكررها مرة بعد أخرى يكررها مرة بعد أخرى سيجد نفسه في المستقبل يعرف هذه الآيات الوحيدة معرفة جيدة وبالتالي العناية بهذه الآية الوحيدة مهم جدا فائدة قيمة وهي الغالب في الآيات الوحيدة أن تكون هي الموضع الأول الغالب في الآيات الوحيدة أن تكون الموضع الأول وبالمثال يتضح المقال من أمثلة ذلك قول الله عز وجل مثلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تقديم العلم على التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم موضع وحيد في سورة البقرة وكل القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الموضع الأول جاء بخلاف ذلك أما بقية المواضع العكس ومن ذلك قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل به لغير الله موضع وحيد وكل القرآن وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله هذا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله وكل ما في القرآن وما أهل لغير الله به بتأخير به إذن جاءنا أو جاءتنا الآية الوحيدة في أول موضع في سورة البقرة وما عداها كما في سورة المائدة والأنعام والنحل وما أهل لغير الله به بتأخير به فهذا يدل على أن الآية الوحيدة في الغالب تكون في الأول طيب أنا لما أريد أن أضبط الآية الوحيدة هل أحتاج أن أتعرف على مواضع كلها موضع النحل والمائدة والأنعام والبقرة لا أنت تحتاج فقط تعرف الآية الوحيدة أين هي وما عداها في القرآن بخلافها وانتهى الموضوع من ذلك قول الله عز وجل وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَا التي في سورة الأعراف وما عداها في القرآن وأمطرن عليهم مطر فساء كما في النمل والشعراء الموضع الأول ورد بخلاف المواضع الأخرى آية وحيدة في سورة الأعراف وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ وهو الموضع الأول وما عداه بخلافه وما عداه بخلافه والآيات في ذلك كثيرة من ذلك مثلا قول الله عز وجل وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ مُسْتَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ في سورة النحل وما عداه في القرآن الكريم قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون فعرفنا أهمية الآية الوحيدة وأنها من أهم القواعد وأن أمثلتها كثيرة وأنها في الغالب تكون في أول موضع بخلاف مثيلاتها من أو متشابهاتها في المواضع الأخرى من القواعد أيضا المهمة وأنا سأذكر إن شاء الله خمس قواعد بشيء من اختصار قاعدة ربط الموضع المتشابه باسم السورة ربط الموضع المتشابه باسم السورة بمعنى أنه هناك موضع متشابه مع موضع آخر فكي أعرف هذا الموضع في أين هو أربط هذا الموضع المتشابه باسم السورة إما من خلال معنى إما من خلال حرف وكما ذكرت لكم بالمثال يتضح المقال من ذلك قول الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة مع قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أولا أحدد موضع متشابه عندي معدودة في البقرة معدودات في آل عمران كيف أعرفنا هذه في البقرة وهذه في آل عمران لما تأملت في كلمة معدودة وجدتها تنتهي بتا مربوطة واسم السورة البقرة ينتهي بتا مربوطة فأعرف أنها هناك بخلاف الموضع الثاني وإذا ضبطت موضعا ضبط معك الموضع الآخر من ذلك قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين في الأنبياء مع قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين في الدخان الإشكال بين السماء منفردة سماء وبين السماوات الجمع أين التي في الأنبياء أين التي في الدخان لما تأملنا في المواضع متشابهة وجدنا أن السماء ينتهي بألف وهمز وكذلك اسم السورة التي فيها هذه الكلمة الأنبياء ينتهي بألف وهمز إذن السماء في الأنبياء عرفنا موضع سيحل هذا موضع أيضا الإشكال في الموضع الآخر ومثل ذلك قول الله عز وجل في قول الله عز وجل مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى في القصص مع ما في يسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الإشكال بين من أقصى وبين رجل في التقديم والتأخير ففي القصص قال الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى بين من في يسين قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى طيب عندي إشكال بين هاتين الآيتين كيف أضبطها أتأمل أولاً وين الإشكال بين من أو رجل بعد كلمة وجاء لما لما تأملنا في الآيات أو في الآيتين وجدنا أن وجاء من من حرفين من حرفين واسم السورة ياسين حرفين إذن أقول في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وأخر والعكس في سورة القصص طيب سؤال كل ما ذكرته هل هناك حكمة؟ هل هناك معنى؟ ذكره المفسرون وذكره الذين تكلموا في القاعدة الخامسة والثانات عنها الضبط بالفهم إلى المعنى؟ نعم هناك معاني جليلة فمعرفتها مما يزيد في العلم ومما يزيد في التدبر ومما يجعل الإنسان يعني يتشرف بأنه حفظ كتاب الله عز وجل على فهم ومعرفة لكن نحن الآن نذكر هذه الأشياء بحيث إنسان يستطيع أن يحفظ وبالمناسبة قبل أن ننتقل إلى القاعدة الأخرى هناك بعض الناس قد يشدد في مسألة هذه القواعد ويقول لا نحتاج إليها وهذا غير صحيح كما ذكرت تابقا التوسط في مثل هذه في تعاطي في تعاطي هذه القواعد والتعامل معها مهم جدا بمعنى أي إنسان في أي علم من العلوم لا بد إذا أراد أن يحفظ أن يضع رموز وعلامات في ذهنه كي يحفظ جدول الضرب كيف حفظناه؟ رموز معينة في الذهن من خلال هذه الرموز أستطيع أن أحفظ جدول الضرب حفظاً جيداً وغيره من العلوم الأخرى وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يتقن كتاب الله عز وجل هو يحتاج إلى علامات ورموز معينة بحيث أنه يستطيع من خلال هذه العلامة والرموز أن يحفظ حفظاً جيداً وبالتالي لا يعني التشابه والقواعد الخاصة التي ذكرناها القاعدة الثالثة الضبط بالخصوصية والامتياز الضبط بالخصوصية والامتياز وماذا نعني بالخصوصية والامتياز؟ أنه في كتاب الله عز وجل إذا تأملت كثيراً في المواضع المتشابهة تجد أن هذه السورة تمتاز بشيء معين فمثلاً سورة آل عمران وسورة الأعراف تمتازان بالاختصار إذا رأيت موضعاً متشابهاً في سورة الأعراف مثلاً مع سورة أخرى مثل الشعارات في قصة موسى بالذات في الغالب ستجد أن المواضع متشابهة في سورة الأعراف فيها شيء من اختصار بخلاف المواضع الأخرى التي تشبهها ومثل ذلك آل عمران يعني في آل عمران فلا تكن من الممترين ومعدها فلا تكونن واشهد بأننا مسلمون ومعدها بأننا جاءهم البينات ما في في آل عمران جاءتهم في موضعين جاءتهم البينات وموضع جاءهم العلم يعني كل ما في آل عمران جاءهم وليس هناك جاءتهم وبالتالي إلى غير ذلك من الأمثلة لكن الوقت لا يسمح أني استطرت في الأمثلة مما يدل على الاختصار في آل عمران ومثلها الأعراف فكل من حيث شئتما ما في رغدا في بقرة وهم بالآخرة كافرون وليس وهم بالآخرة هم كافرون إلى آخر من المواضع أو الأمثلة التي تدل على الاختصار في هاتين السورتين الضبط بالخصوصية والامتياز الضبط بالخصوصية والامتياز قد يكون بدوران كلمة من الكلمات في هذه السورة يعني أحيانا مثلا أرسل ومشق منها تكرر في العراف كثيرا وكثرة الدوران هذا اللفظ كان يستعمله الكرماني في كتابه البرهان في توجيه متشابه القرآن كثيرا فنلحظ في سورة الأعراف كلمة أرسل ومشق منها كثيرا ورد وبالتالي في المواضع متشابهة أحاول أركز في هذه الكلمة ستجد أن مثلا في قول الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين وليس وابعث التي في سورة الشعراء في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم بينما في سورة البقرة فأنزلنا على الذين ظلموا فنجد أن كلمة أرسل ومشق منها يعني برد بكثرة وبالمناسبة فإن العناية بما تمتاز به السورة يفتح لك بابا عظيما وجميلا ورائعا في معرفة المواضع متشابهة في هذه السورة وما تمتاز به وبالمناسبة أيضا في يوم من الأيام طررت من أحد المشايخ ممن قرأت عليه كثيرا الشيخ حسام رأفة طررت منه أن نخصص ختمة في رمضان قبل كم سنة أن نخصصها في الآيات المتشابهة أن نخصصها في الآيات المتشابهة وفعلا جعلنا هذه الختمة في الآيات المتشابهة وجدنا أن كثيرا من السور في متشابهاتها يكون هناك قاسم مشترك يكون هناك قاسم مشترك أحيانا حرف تجد كثيرا من المواضع المتشابهة في هذه السورة فيها حرف معين أو كلمة معينة أحيانا وأسميت هذه القاعدة بمفتاح الثور وقد وضعته في الطبع الأخيرة فمثلا عندك مثلا سورة فصلت إذا تأملت في الآيات المتشابهة فيها وجدت أن غالب متشابهاتها في حرف العين بخلاف المواضع المتشابهة في الثور الأخرى يعني قال الله عز وجمتان في سورة فصلت قرآنا عربيا لقوم يعلمون وليس يؤمنون وإنه لكتاب عزيز وليس كريب التي في سورة النمل في فصلت إنه هو السميع العليم وليس البصير التي في غافر وترى الأرض خاشعة فيها حرف العين وليس هامدة التي في الحج ولا إن رجعت إلى ربي فيها حرف العين وليس رددت التي في سورة الكهف ومثل ذلك أيضا في سورة الزخرف سورة الزخرف تمتاز بحرف الر كما في عدد من متشابهاتها إذا تأملت في متشابهات سورة الزخرف مع ما في السور الأخرى فتجد أن المواضع المتشابهة في سورة الزخرف فيها حرف الراء من ذلك قول الله عز وجل والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة وليس فأسكناه التي في سورة المؤمنون فأنشرنا فيها حرف الراء وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن وليس بالأنثى طيب ضرب فيها حرف الراء إنهم إلا يخرصون وليس يظنون يخرصون فيها حرف الراء فقال إني رسول رب العالمين وليس من التي في العراف رب العالمين لعلهم يرجعون تكررت في سورة فصلت وليس فيها لعلهم يتقون أو غيرها يرجعون فيها حرف الراء أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فيها حرف الراء وليس بما كنتم تعملون فالامتياز من القواعد المهمة الضبط بالخصوصية والامتياز من القواعد المهمة التي يفتح لك يعني نظرة بعيدة في ضبط الآيات متشابهة القاعدة بيقى عندنا قاعدة هي إن شاء الله نختصرها قاعدة الضبط بالحصر ونقصد الضبط بالحصر أنه أحيانا ما يكون عندك قاعدة مناسبة لهذه المواضع متشابهة فماذا أعمل؟ أحصر هذه الآيات متشابهة وانتهى الموضوع يعني مثال فبئس المصير وبئس المصير ولا بئس المصير تشكل علي لكن ما في قاعدة مناسبة لها ليست هي آية وحيدة ليست هي كذا وكذا إلى آخر ما الحل؟ الحل أن تجمع هذه الآيات متشابهة إذا جمعتها تظهر لك القاعدة المناسبة لها ونسمي هذا جمع الضبط بالحصر والإحصاء فلما جمعنا المواضع متشابهة هنا وجدنا أنه لا بئس المصير موضع وحيد في القرآن في سورة النور فبئس المصير بالفا موضع وحيد في المجادلة وكل ما في القرآن وبئس المصير في تسعة مواضع في تسعة مواضع وبئس المصير ومن ذلك أيضا عما تعملون عما يعملون يشكل يعني اليوم سبحان الله قدرا أو أمس قدرا صليت مع إمام مسجد الفجر فقرأ سورة الأنعام وأتى إلى هذا الموضع لو كان يعرف هذه قاعدة معرفة جيدة لما أخطأ فيها لما تجمع الآيات في القرآن الكريم عما تعملون عما يعملون ستجد أن القرآن الكريم كله عما تعملون في ثمان مواضع إلا موضعين عما يعملون الأول قد نرى تقلب وجهك في السماء في نهايته وما الله بغافل عما يعملون والموضع الآخر في سورة الأنعام ولكل درجات مما عمل وما ربك بغافل عما يعملون وكل القرآن عما تعملون القاعدة الأخيرة وهي من أهم القواعد ونختم فيها قاعدة الضبط بالفهم للمعنى بمعنى أن الواحد لما يرى تشابها بين آيتين أو ثلاث آيات ويرجع إلى التفسير ويرجع إلى الكتب التي فيها توجيه للمعاني وبالمناسبة هناك تحقيق جدا رائع للشيخ ناصر اكتامي في كتاب كشف المعاني لبن جماعة كناني هذه الكتب كتاب البرهان الكرماني كتاب فتح الرحمن الزكري الأنصاري كتاب كشف المعاني لبن جماعة كناني درة التنزيل وغيرها من الكتب التي تعنى بتوجيه المتشابه اللفظي هي في الواقع قاعدة مهمة جدا لمن أراد أن يضبط حفظه يعني مثلا في قول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر مع ما في سورة الأعراف وقطعناهم متنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه تشكل هاتان الآيتان على الحافظ لكن لما يتأمل يجد أن في سورة البقرة المستسقي موسى وهو أشرف من قومه وإذ استسقى موسى وإذ استسقى موسى بينما في سورة الأعراف المستسقى من قومه إذ استسقاه قومه طلبوا منه السقية يعني الآن موسى هنا استسقى وهناك طلب قومه منه السقية وموسى أكمل وأشرف من قومه فكانت الخصال في حقه أعظم ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت قوة خروج الماء بينما في آية الأعراف التي استسقى فيها قومه قال الله عز وجل فانبجست خرجا ما لكن ليست كقوة الانفجار في سورة البقرة قال الله عز وجل كنوا واشربوا من رزق الله جمع بين الأكل والشرب بينما في سورة الأعراف قال كنوا من طيبات ما رزقناكم اقتصر على الأكل دون الشرب وأختم بثالينا أيضا لأضربت بالفهم المعنى في قول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس لا تجزي نفس عن نفس شيئا كلا الأيتم في سورة البقرة تشكل على الحفظة في قول الله عز وجل ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل تشكل على الحفظة لكن لما نرجع للتفسير وكتب توجيه المتشابه اللفظي نجد أن هذه الآية والأخرى تتحدث عن نفسين نفس شافعة ونفس مشفوع لها نفس شافعة ونفس مشفوع لها فالآية الأولى كانت تتحدث عن النفس الشافعة والآية الثانية كانت تتحدث عن النفس المشفوع لها إذا طبقت هذا الفهم خلال قراءتك للآيتين تقرأه وأنت مطمئن النفس الشافعة قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس شافعة عن نفس مشفوع لها شيئا ولا يقبل منها النفس الشافعة ولا يقبل منها عدل فدية ولا تنفعها عفا ولا يقبل منها شفاعة الآية الأولى في البقرة في موضوع الأول ولا يقبل منها شفاعة النفس الشافعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل فدية بينما في الآية الثانية النفس المشفوع لها قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس شافعة عن نفس مشفوع لها شيئا ولا يقبل منها أي من النفس المشفوع لها ولا يقبل منها عدل فدية ولا تنفعها شفاعة فعبر عن النفس الشافعة ولا يقبل منها شفاعة وعبر عن النفس المشفوع لها ولا تنفعها شفاعة فهذا الضبط مهم جدا الآيات في هذا معنى كثيرة أختم فقط أن العناية بالآيات المتشابهة والتقعيد لها وأوصي بالرجوع إلى كتاب الضبط والتقعيد ففيه قواعد كثيرة جدا تنفع الحافظ فرق الشاسع بين إنسان يقرأ القرآن الكريم ولا أيتم وتشابها ويعتني بالقواعد ويقرأ بطمأنينة وبيقين وبين إنسان فقط يركز على المعاهدة دون العناية بالقواعد لماذا؟ لأن من ركز على المعاهدة والتكرار وهو أهم لا شك وهو أهم هو رقم واحد لكن الإنسان يعتريه مثل ما يعتري بقية البشر يمرض يسافر ينشغل يضعف إيمانه في القراءة والمراجعة فسرعان ما ينسى يتفلت منه هذا القرآن الكريم إذا احتنيت بالآيات متشابهة وقواعدها ستجد أن الرجوع إلى الضبط والإتقان سهل جدا ويفرق كثيرا وهذا أمر جربته أنا وجربه كثير من الحفظة فرق شاسع بين إنسان عنده قواعد ويقرأ وبين إنسان ما عنده قواعد ويقرأ فأسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يشفع فينا كتابه وأكرر شكري للمشايخ الفضلاء الشيخ الناصر الطامي والإخوة القائمين على مؤسسة آيات والشكر موصولي المقدم ولكم أيها الإخوة والأخوات اللطفل والأخوة والأخوة والأ한다